بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعية الأفاضل مرحبا بكم مع الشاف نادية في إطار البرنامج الرمضاني الذي أقدمه يوميا بالتناوب على قناتي الأولى للطبخ وقناتي الثانية للحلويات والمخبوزات على اليوتيوب مع نشر الوصفات على موقع وصفة نادية وموقع حلويات شاف نادية وصفتنا اليوم وصفة جد رائعة ومميزة سلطة الأفوكادو والشمنذر الباربا المميزة بشكلها الرائع والصحي ونكهاتها المتجانسة فإليكم المكونات حفنتين من الجرجير الطازج ويمكن استعمال أي نوع تفضلون من السلطات الورقية سبق أن نظفتها جيدا وجففتها حبة أفوكادو متوسطة الحجم لفوكا حبة شمندر متوسطة الحجم مسلوقة الباربا مسلوقة جبن طري الكمية حسب الرغبة ويمكن تعويضه بجبنة الماعز أو جبنة الفتة مثلا القليل من البصل حبة تين كرموسة واحدة ملعقتين طعام من الزبيب أي العنب المجفف من المفضل أن يكون من النور الأبيض القليل من الجوز المحمص القرقع محمر ثلاث ملاعق طعام من عصر الليمون الحامض ثلاث ملاعق طعام من خل بلسمي ست ملاعق طعام من زيت الزيتون وملعقة طعام من العسل الطبيعي الفلفل الأبيض أو الأسود البزار والملح حسب الرغبة فلنشر على بركة الله أحضر السلسة أو التتبيلة البلسمية أخلط كل من الخلق البلسمي مع زيت الزيتون وأضيف الملح الفلفل الأبيض أو الأسود البزار ثم ملعقة طعام من العسل فهذه التتبيلة الملسمية هي تتبيلة جد رائعة تتميز بنونها الذهب الداكن أخلط المكونات جيدا وتعلق بسهولة بأوراق الصلطة كذلك الجبن يمتص هذه الصلطة بكل سهولة بعد الخلط الجيد للتتبيلة أضعها جانبا وأنتقل إلى تحضير الصلطة بإناء أكبر حجما أضع أوراق الصلطة هنا استعملت نوعين من الجرجير سأريكم الأوراق هذا نوع إذن هنا نوعين من الجرجير لكن يمكنكم استعمال أي نوع من الصلطات تسوفرون عليه سأستعمل بالقليل من البصل وقطعه إلى أجنحة سأستعمل فقط على قليل وضيفه لأوراق الصلطة ثم أقسم حبة الأبوكادو إلى نصفين بهذه الطريقة فطريقة تقطيع الأبوكادو هي طريقة سهلة وبسيطة حصلنا على نصفين من حبة الأبوكادو أستعمل بالملعقة لإزالة أو لتخلص من القشرة طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للأبوكادو فيضفي قوام الكريمي للسلطة أتخلص من العدم وأقطع حبة الأبوكادو إلى شرائح طولية أو شرائح طولية بهذه الطريقة أضعها بإناء وأسكب عليها القليل من عصير الليمون لتجنب تأكسد شرائح الأبوكادو واكتسابها للون الأسود الغير مرغوب فيه وأقلبها جيدا أضعها جانبا وأنتقل إلى تقطيع حبة الشمندر البربا المسلوقة مسبقا إلى مكعبات متوسطة الحجم فكل مكونات هذه السلطة تسميز بتجانسها كذلك بألوانها الرائعة والفاتحة للشهية أنتقل إلى تقطيع الجبنة الطرية جبل البلدي لكن يمكن كذلك تعويضه بجبنة المدر إلى الطازجة أو جبنة المائز فالجبنة تطفي المدق الكريمي كذلك للسلطة وقطعها إلى مربعات متناسقة فكل مكونات هذه السلطة يكمل كل منها الآخر بروعة كذلك بالنسبة للتتبلة البلسمية فهي تلائم هذا الطبق وقطع حبة التين إلى 6 قطع طولية هنا استعملت التين الأسود لكن يمكنكم استعمال كذلك التين الأخضر وقطعه طوليا بهذه الطريقة وأحتفظ به جانبا سأكسر الجوز المحمص قليلا القرقاء فالجوز سيعزز النكهة ويضفي القوام المقرمش للطبق أضيفه لبقية المكونات ثم أضيف العنب المجفف الزبيب لبقية المكونات وأتبل بالصلصة البلسمية مع الاحتفاظ بالقليل وأوزع التسبيل جيدا على بقية المكونات فكل مكوناتنا طازجة هذا يعطينا مدرق طبيعي ومنحة سلطنكها متوزنة وصحية بطبق التقديم أوزع نسب كمية شرائح الأفوكادو احتفظت بها جانبا حتى لا تتكسر معنا أثناء عملية التسبيل وأضيف بقية المكونات لطبق التقديم فطريقة استقديم الطبق تبقى حسب تفضيلتكم ثم أوزع بقية رقائق الأفوكادو ثم التين الكرمز العنب المجفف الزبيب كذلك احتفظت بالقليل من الجوز القرقاء أضعه بالأعلى وأوزع بقية التتبيلة بهذه الطريقة سلطت الأفوكادو والشمندر الرائعة والصحية جاهزة بالصحة والراحة للمزيد من الشهيوات المتألقة والرائعة تابعوني أنا شف نادية في إطار البرنامج الرمضاني الذي أقدمه يوميا بالتناوب على قناتي الأولى للطبخ وقناتي الثانية للحلويات والمخبوزات على اليوتيوب مع نشر الوصفات على موقع حلوية شف نادية وموقع وصفات نادية إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا مع أصدقائكم وأحبائكم لأي استفسار أو اقتراح عن رهنة إشارتكم رمضان كريم دمتم لنا أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله